تتواصل سهرات دار الأوبرا المصرية ضمن حفلات رمضانية على المسرح الصغير وقدمت فرقة المركز الثقافي اليمنى بالقاهرة نماذج من التراث الفني المحلي فقرات فنية مختلفة قدمتها فرقة المركز الثقافي اليمنى بالقاهرة لتكون بداية افتتاح الليالي العربية الرمضانية التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية فهذه الأعمال الغنائية الفلكورية تجسد التراث الفني المحلي اليمنى يكون المسرح الصغير محطة لتبادل الثقافات العربية على أرض مصرية فيه أولا فيه البرع الشعبي وفيه ألوان كثيرة زي اللون الحضرمي زي اللون الصنعاني زي اللون التهامي فيه أنواع كثيرة ان شاء الله سنقدمها النهاردة نستطيع أن القاهرة أصبحت بمثابة عاصمة لليمنيين بعد أن سلبت منهم وعاصمهم للأسف الشديد وهنا الكثير من الجالية من الفنانين والأدباء والمثقفين اليمنيين موجودين في مصر ونتمنى أن تكون هذه الفعاليات هي من البداية أن تعكس وأن نتمكن من أن نعكس جزء بسيط من الثراء الثقافي والفني اليمني موجود في وهنا عبر صروح المصر العريقة نحن النهاردة بصدد إقامة حفل فني ضمن الليالي الرمضانية التي تقيمها دار الأبرى المصرية طبعا بصحبة مجموعة من العازفين اليمنيين والإيقاعين والفنانين أيضا اليمنين سنشارك الليلة في هذا الحفل وهو سيتضمن أعمال دينية بالإضافة إلى أعمال تراثية يمنية فرقة المركز الثقافي اليمني تضم ثمانية عشر فنانا وفنانة من الجالية اليمنية المقيمة في مصر وشاركت في العديد من المناسبات الدولية ليقدموا صهرة يمنية للتعريف بالتراث اليمنية فضلا عن خلق حالة من البهجة والاستمتاع بليالي شهر رمضان معبرين عن سعادتهم باستضافة مصر لهم نحن طبعا سعيدين بهذه المشاركة في دار الأبرى طبعا صرح هذا الكبير والتاريخي اليوم بنقدم أعمال تراثية يمنية متعلقة برمضان ومتعلقة برضو في الأعمال التراثية اليمنية بجميع الألوان هدفي أني أكون صاحب رسالة بالذات في اللون اليمني نحن تراث في اليمن مش معتمدين قوي بشكل للناي فكوني من أحد عازفين الناي في الجمهور اليمنية وهم قليلين جدا هدفي أني أوصل رسالة تراث اليمني بالناي ومزق الثقافات والشعوب والتراث الي احنا بنقدمه في المسرح وهي كان بأسلوب كويس وعازف مختلف في الألوان إن شاء الله أتشرف جدا أن أكون موجود في هذا المسرح الكبير مصرح الأوبرا دار الأوبرا المصرية بإذن الله بيكون معي مشاركة غنائية وكمان أنا مصاحب مع الفرقة الموسيقية كعازف كيبورد وإن شاء الله تشمع اليوم تراث نحن نقدي لون حضرمي لون تهامي لون صنعاني لون برع حيمي ألا الوان هولا الذي ذكرتين لك جيت أمثل اليمن ونقدم في النهار هذا رقصات عديدة ومتنوعة ومنها نبدأ إن شاء الله الافتتاح في دار الأوبرا في مصر الافتتاح ببرع حيمية مع المبدأ ملاطف الحميدي وبعدها نقدم كثير من الألوان العصفة البرع تعبر عن تراثي يمني وهي معزوفة تسمى عندنا آلة من آلات الحروب انطلاق الليالي العربية والإسلامية يأتي ضمن البرنامج الرمضاني الذي أعدته دار الأوبرا المصرية ويتضمن عددا من الفعليات الثقافية والفنية طوال شهر رمضان على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية تحت شعار ليالي رمضان الثقافة في كل مكان محمود جميل التلفزيون المصرية